هنروح بعد كده على طائرة الرجال النادي الاهلي مبارح كان فيه مباراة مهمة كانت مع النادي الزمالك في صوت عبد الرحمن فوزي في مقار النادي الزمالك بمية عقبة والمباراة كما تبعناها كلنا انتهت بالفوز 3-0 الحقيقة مباراة مباراة كان فيها ندية او كان فيها ندية بس احنا الحمد لله ظهرنا بشكل جيد ظهرت هنا شخصية البطل شخصية البطولة عايز اتكلم انه طبعا كل الميديا والاعلام بيتكلموا عن المستوى الجيد للاتنين المحترفين اللي بيلعبوا سواء الليبرو او الدريب بتاعنا طبعا الاتنين قدوا بشكل جيد ولكن انا هنا عايز اتوقف شوية ان الفرقة كلها كانت كويسة بأمانة الفرقة كلها كويسة يمكن الناس كانت متخوفة شوية من المحترفين لان ما كانش فيه اختبارات حقيقة لمباراة اللي فات ملعبناش مباراة قوية يمكن ده اول مباراة واحتكاك رسمي او قوي للفريق ولكن ظهروا بشكل سواء الويجي او اللعب الليبرو ايضا ظهر بشكل كويس جدا اذا الفرقة كلها كانت جيدة الجميل انه تصريح عبدالله عبدالسلام بعد المباراة عجبني جدا وعايز اتوقف عليه هو طبعا اللعبة فرحت وكان فيه طبعا فرح اكيد لما بتكسب المنافس بحاجة جيدة جدا ولكن عبدالله عبدالسلام الاسطورة الكبيرة قال انه الحقيقة يعني احنا ما عملناش حاجة احنا دي مباراة احنا بنحتفل بالبطولات فقط ودي طبعا دي دي ثقافة النادي الاهلي دي ثقافة اللعبة النادي الاهلي الابطال والاسطور الكبيرة وحتى اللعبة اللي بتنضم النادي الاهلي حديثة بيعرفوا دي النادي الاهلي ما بيفرحش بمباراة ما بيفرحش بهدف ما بيفرحش بهدف صغير او يعني فرحة صغيرة ولكن النادي الاهلي هدف والكبير هو البطولات الأهم من المباراة زي ما قلت حالكم تصريح اللاعبين وعلى رأسهم طبعا عبدالله عبدالسلام عندنا مباراة جاية قوية هللاعب نادي الزمالك مرة تانية ولكن على ما لعبنا ان شاء الله في صلة الأمير عبدالله الفصل على ما اتذكر يوم الاتنين القادم لسه فيه مباراة قوية الحقيقة يعني منتظر الفريق ولسه المباراة تطلع بالتدريج فمهم جدا اللعبة تبقى جاهزة السكواد يبقى كامل ألف مبروك ان شاء الله القادم أفضل بإذن الله